العقود مقارنة وترتيبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء التلاميذ أهلا وسهلا بكم في سلسلة الدروس التعليمية للسنة الأولى في مادة الرياضيات لنكون من خلال هذا الدرس مع العقود مقارنة وترتيبا إذن دعونا نبدأ ونستكشف معا أستكشف أي البقرتين توفر أكبر كمية من الحليب؟ ألون الإجابة الصحيحة البقرة البنية البقرة المرقطة أعلل إجابتي كل البقرتين يوفرن الكمية نفسها لأن ما توفره البقرة البنية 10 مع 10 مع 10 يساوي 30 لتر وما توفره البقرة المرقطة كمية الحليب من سعة 1 لتر يساوي 10 لتر مع 10 مع 10 يساوي 30 لتر أتدرب أولاً أقارن أربعون أكبر من عشرين ستون أصغر من ثمانين عشرون مع أربعون أصغر من عشرين مع خمسين عشر مع ثلاثون أصغر من خمسين عشرون مع ثلاثون أصغر من سبعين ثلاثون مع خمسون يساوي أربعين مع أربعين ثانياً أكتشف الانتظام وأواصل عشر ثلاثون عشرون أربعون للانتقال من عشر إلى ثلاثين أضفنا عشرين إذن الخطوة المعتمدة في المثال المقدم هي عشرون لذا نكمل بنفس الخطوة حتى نتحصل على نتيجة كالآتي عشر مع عشرون يساوي ثلاثين ثلاثون مع عشرون يساوي خمسين خمسون مع عشرون يساوي سبعين سبعون مع عشرون يساوي تسعين عشرون أربعون ستون ثمانون أوظف أتم الجدول بما يناسب أسامة ياسين يملك أعطت الأم أقارن بين المبلغين مليم مليم لمقاراة المبلغين يجب معرفة المبالغ الجملية أولاً ونقوم بحساب المبلغ الجملي لأسامة بعد أن أضافته أمه عشرين مليم عشرون مع عشرون مع عشرون يساوي ستين مليم المبلغ الجملي لياسين بعد أن أضافته أمه عشرين مليم خمسون مع عشرون يساوي سبعين مليم إذن مبلغ ياسين أكثر من مبلغ أسامة ستون أصغر من سبعين أقيم أحسب ثم أرتب عقودة كل عملية عشر مع أربعون مع عشرون يساوي عشرون مع سلاثون مع عشرة يساوي ستون مع عشرة مع عشرون يساوي عشر مع أربعون مع عشرون يساوي سبعين عشرة أصغر من عشرين أصغر من أربعين أصغر من سبعين عشرون مع سلاثون مع عشرة يساوي ستين ستون أكبر من ثلاثين أكبر من عشرين أكبر من عشرة ستون مع عشرة مع عشرون يساوي تسعين عشرة أصغر من عشرين أصغر من سبتين أصغر من تسعين ستون مع عشرة أصغر من عشرة أصغر من عشرين ستون مع عشرة أصغر من عشرة أصغر من عشرين ستون مع عشرة أصغر من عشرة أصغر من عشرين